أعلنت ثلاث دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس ردا على إجراء مماثل اتخذته موسكو في الخامس من فبراير الجاري على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالي ألمانيا والسويد وبولندا أعلنت طرد دبلوماسيين روس لدى كل منها في توقيت شبه متزامن بينما علقت الخارجية الروسية على القرار بأنه لا أساس له وهو عمل عدائي غير مبرر بحسب تعبير موسكو ومن موسكو ينضم إلينا مراسلنا محمد حسن إذن محمد هذه الخطوة هي إحدى تدعيات سجن نافالي ما حجم التدور الآن في العلاقات الروسية الأوروبية أين سوف ينعكس نعم يبدو أن العلاقات الروسية الأوروبية ذاهبة إلى ما هو أسوأ مما هي عليه الآن العلاقات الروسية الأوروبية أخذ في التدور منذ ضم القرم إلى روسيا ومن ثم قضية سكريبال ثم نافالي والآن هي تبعات لقضية نافالي كما ذكرت وتحديدا تبعات المظاهرات التي خرجت في الثالث والعشرين من يناير التي طالبت بإطلاق صراح نافالي في تلك المظاهرات شارك دبلوماسي بولندي ودبلوماسي سويدي وألماني فيها ولكن الاختلاف في التأويل ما يعني شاركة هو في الواقع ما أظهرته وسائل الإعلام الروسية وكاميرات الشرطة الروسية هو التجوال لهؤلاء الدبلوماسيين الذين كانوا يتجولون بين الحشود والجموع ويصورون ربما لإرسال هذه الصور إلى بلادهم حسب التأويل الأوروبي كانوا يقومون بعملهم وينقلون ما يحدث في روسيا إلى الخارج حسب التأويل الروسي كانوا يشاركون في هذه المظاهرات وطلب منهم مغادرة البلاد في أقرب وقت ولكن ما نلحظه الآن بعدما قامت الدول الأوروبية بإجراء مماثل نسمع من روسيا خطاب يقول أن هذه الخطوة غير ودية وغير ودية بالنسبة لروسيا وهو الخطاب الذي كنا نسمعه من الدول الأوروبية عندما بدأت هي الأولى بطرد الدبلوماسيين الروس في قضية سكريبال ومن ثم كانوا يقولون أن وحينها كانت روسيا ترد بالمثل وكنا نسمع أن هذه الخطوة غير ودية تبقى هذه الاختلافات في التأويل ولكن العنوان العريض هو تدهور في العلاقات نذكر أيضا أن طرد الدبلوماسيين الثلاثة كان مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي المشترك بين الوزير لفروف وجوزيب بوريل يوم الجمعة الماضي عندما انتهى المؤتمر وتوجه الوزيران للغداء أعلن عن هذا الطرد حينها جوزيب بوريل لم يعلق ولكن يوم الأحد قال أن لهذه الخطوة سيكون تداعيات ألمان أن في الثاني والعشرين من فبراير سيكون هناك اجتماع أوروبي لبحث مستقبل العلاقات بين روسيا وأوروبا هناك معلومات تقول بأننا ننتظر حزمة عقوبات جديدة على روسيا الآن شكرا لك من موسكو محمد حسن العربي اليوم مستمر معكم وفيه شكرا لك، شكرا لك